أهلا أحبائنا مشاهدينا في هذه الأيام نحن نشهد معركة ضارية وضروس حرب الشعواء بالهجوم على الكتاب المقدس والهجوم على هوية وشخصية يسوع المسيح مباشرة هذا الهجوم الشرس على هوية المسيح لأنهم أرادوا أن يصنعوا نبيا صغيرا أن يقللوا من حجم ومن أهمية يسوع المسيح وتقليل من أهميته لكي يظهروا عظمة نبيهم مقارنة بالمسيح يسوع وكل ما عليك أدعوك أخي أختي في هذه الحلقة والعملية مش طويلة مع أنه أنا بشجعك تقرأ الإنجيل المقدس ولكن أنا مش عاوز أتعبك اقرأ ثلاث صفحات فقط إنجيل يحنى الإصحاح الأول حديد آية 18 من 1 إلى 18 إصحاح 1 وكولوسي رسالة بولوس إلى أهل كولوسي الإصحاح الأول وسفر الرؤية الإصحاح الأول وسوف تكتشف هوية يسوع المسيح المتفوقة فنحن لا نتكلم مجرد كلام ولكن نتكلم بما أعلن الكتاب المقدس وكلمة الله صادقة وكل شيء أمام كلمة الله كازم فالسؤال لماذا تحاول أن تقلل من أهمية يسوع المسيح لماذا تريد أن تحجم شخصية المسيح وما هو الدافع وراء تقليل من أهمية يسوع المسيح ولماذا لا تتعب نفسك بالقراءة ولو مجرد بعض الآيات التي تجعلك تكتشف عظمة يسوع المسيح ولماذا تتعب من البحث في موضوع مصيري يحدد مصيرك وأبديتك وهذا أنا أقول بكل وضوح إيمانك بيسوع المسيح يحدد أبديتك ويحدد قرارك في هذا الوقت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر